بسم الله الرحمن الرحيم يوم نشرح عظم آخر على وهو الاسفينويد بون دا تلاحظ انه السكرل كليتها شفافة فقط هذا البون اللي يكون مو شفاف اللي هو الاسفينويد بون تقريب شكله نفس الخفاش هذا هو الاسفينويد بون بيزة الاسفينويد بون يعني هو شنو فايته بالسكرل يعني شنو يؤدي وظيفة ايش بالسكرل اللي هو هذا الاسفينويد بون دا تلاحظه دا لاحظه دا لاحظه انه هو دا يكون ارضية السكرل بس يا جزء من الارضية يعني تحديدا الفوسة مع السكرل بعد احنا الفوسة سبق وانقسمناها الى ثلاث فوسات بالسكرل اللي هي هذي قسم هذي الموجودة هنا يعني هذا جزء من الفرونت تربون انا قصدي هذا الجوة ها هذي جزء وهذا جزء وهذا جزء ارضية فسمينا هذي الموجودة هنا سميناها انتيرير فوسة وهذي الفوسة الموجودة هنا سميناها ميدل فوسة وهذي الفوسة الموجودة هنا هي البوستيرير فوسة كليتهم يحتومون على اجزاء معينة من البرين تمام؟ هذا هو فائدة السفينويد بون بعد لو امكن النظر ممكن ملاحظة انه جزء من السفينويد بون راح يكون إلى اللاترل سايد أو اللاترل سيرفيس في السفينويد بون إذا ساهم بتكوين العرضية تحديدا جزء كبير من الجوة المقفية أو المدع الفوسة وكذلك السفينويد ساعدة الفوسة هذا عرفنا عرفنا بصورة عامة هس رح نجي بالصورة خاصة ندرس مميزات هذا العظم خشوف صورة مميزة إذا ركزوا إياه هس هذا نفس العظم ما قبل شوية بس شنو يعني داي أباعة من فوق باوي داي أباعة من فوق نفس الصور داي أباعة من فوق ها ومعلم لي على مجموعة من النقاط راح نسولف بيها في سبيل شنو هنا نتعلم اللاند مارك الموجودة بهذا العظم أولا من جانب الانتيريار اللي راح نبلش شوف هذا المكان اسمه جاكيوم سفينويدو جاكيوم سفينويدو هذا المنطقة المحددة اللي شكلها على سبالك طاسة اللي ورا من عدها أكو فرد بروز أو ارتفاع تقدر تلاحظه هذا اللي هسوي مقابيلك هذا هذا اسمه لامبس أوف سفينويد تلاحظه لامبس أوف سفينويد فرد ارتفاع أو حافة تقدر تقول هو هذا اللامبس أوف سفينويد بعدها راح يجي فرد غروف فرد يعني فرد مكان منخفض مكان منخفض اسمه بري كيازمتك سلكس بري كيازمتك سلكس شوية خلي أفهمك على شنو هذا بري كيازمتك سلكس باوع وياي اكو عصب اسمه أوبتك نيرف شو اسمه؟ أوبتك نيرف راح يمر منا هس راح نعرفه يمر منانه يعني هذا الأوبتك نيرف العصب البصري تمام؟ احنا شكمعين عدنا اثنين اذا واحد راح يجيني منه واحد راح يجيني منه تمام؟ ويسوون فرد منطقة تصالوبية بحيث انه جزء من اللي يجي من نانه خلنفرض انه هذا رايت وهذا الليفت جزء من الرايت راح يروح باتجاه الليفت وجزء من الليفت يروح باتجاه الرايت هذا هو معناته كيازمتك تمام؟ فهذه المنطقة تحديدا راح يكون بيها هذا التصالوب اسمها بري كيازمتك سالكاس تمام؟ ليه جوه من عدها ليه جوه من عدها تشوف هذي اسمها تيوبركلام سيلكة سيلا تيوبركلام سيلا ايضا فرد بروز فرد بروز اذا تلاحظه بروز مرتفئ هذا تيوبركلام سيلا واضح؟ ان شاء الله واضح؟ ليه جاي من عنده ايضا اكو فرد منخفض او فوسة تقدروا تقول منخفض هذا اعمق منطقة عميقة عميقة جدا اسمها هذي المنطقة الهايبوفيسيال فوسة الهايبوفيسيال فوسة الهايبوفيسيال فوسة تمام؟ ناخد المنطقة الموجودة most posteriorly اللي هي هذي اسمها سلة تورسيكة سلة تورسيكة ايضا تقدر تقول السلة تورسيكة عبارة عن منطقة نوعا ما تكون منخفض منخفض انخفاض تمام؟ على جانب اليمين مالتك راح ندرس مجموعة ايضا من الاند مارك الا وهي هذا اكو بروز هذا اسمها انتيرير جلينويد بروسيس شا اسمه انتيرير جلينويد بروسيس واضح؟ انتيرير جلينويد بروسيس جوه اكو فرد فوسة تتباوحها فوسة هذي هي اللي قلتلك اسمها الاوبتك كنل اللي راح يمر من خلالها الاوبتك نيرف اللي يسوي هنا بهذه المنطقة يسوي الكيازمتك تمام؟ فسمينا هذي المنطقة بريكيازبتك سالكس واضح؟ اذا هذي المنطقة اسمها انتيرير كليينويد بروسيس لي جاي من عدها اسمها ميدل كليينويد بروسيس موست بوستيرير لي اسمها بوستيرير كليينويد بروسيس سهلات كلهن على نفس الاتجاه كونا لاترالي لهذا الخطر اللي سولفنا عليه اللي هو قصدي هذا كان مجموعة من اللاند مارك درسناهم هنا هذي لاند مارك هذي لاند مارك هذي لاند مارك وهذي لاند مارك لان كونا بخط الوسط لا ترلئ لهم اخذنا هذي وهذي وهذي تمام؟ واحدة انتيرير واحدة ميدل واحدة بوستيرير الامور طيبة ان شاء الله اذا سامعين لهذا الموست كمد دائما انتم تسمعون به ادي فرد آرتري اسمه كاروتيد آرتري تمام؟ هذا الكاروتيد آرتري بجزئين بالرقبة جزء اكستيرن الكاروتيد آرتري وجزء انتيرن الكاروتيد آرتري هذا من يطب للجمجمة من يطب للجمجمة غير اكو فرد مكان يحويه فرد قروف يضمه يضم هذا الارتري هذا الارتري اللي يضم هذا الارتري راح نسميه كاروتيد سالكس إذا نفرد مكان راح يضم هذا الارتري مثل ما تذكر لما جننا بالسقف بالجمجمة اكوساجتال سالكس شان يضم فين ساجتال فين أو ساينس نانة عندي كاروتد سالكس راح يضم الانتيرنال كاروتد آرتري وطبعا بعدين يوزع ينطي برانشات أخرى بين ركز بيها شوية أنا عمود تفتهم إده بين البوستيرير كلينويد بروسس وبين الكاروتد سالكس أكو فرد منخفض هذا اللون الأخضر اسمه سلة تورسيكا سلة تورسيكا اللي هي تتبهوا إياي هذه سلة تورسيكا نفسها هي هاي السلة تورسيكا ونفسها راح نلقاها مننا هي سلة تورسيكا إذن هذا بارت بارت من السلة تورسيكا واضح إن شاء الله واضح بعد شنو عدنا ناخذ المورلاترالي هذا طبعا هذا لازم شوفه عمود تفهمه من من جديد ركزوا إياي نحن راح نرد نفس البون اللي هو السفينويد بون هذا هو السفينويد بون هذا الجزء دائن درسي درسي مننا دائن درسي مننا تمام هذا الجزء يعني هاي يضيفها للاول معلومات الاولية اللي أنت تعلمتها قلت لك يسوي أرضية الجمجم وتحديدا المدال فوسي وكذلك سيسوي اللاترال اللاترال سيرفس ولوم باوع مننا من جهة العين دت باوع المحجر العين دي يكون الجزء اللي مور بوستيرير لي تمام اللي هو هذا هذا كله جزء جزء يتعلق بمن بال السفينويد بون و هسهذا راح نأكد عليها فد شوية باوع لي هذه الفتحة هذه هذه نفس اللي قبل شوية قلت لك انه هذه هي أوبتيك كنال أوبتيك كنال يعني هنانا تخيل انه هناك عين وراها كوفرد نيرف راح يفوت بهذه الكنال اسمه أوبتيك كنال وبعدين يصير ويا أوبتيك نيرف الآخر يسوون أوبتيك كيازم واضح إن شاء الله واضح هذا في سبيل عالمود أنت تفهم يعني وين ده سولف نحن مو بس ناخد لاند مارك قد فهمك تمام نرجع للصور اللي أخذناهم المقصد ما للكلام هذا اللي سولف نبي أوبتيك نيرف عرفته اللي هو نفسه هذا اللي نفسه هو هذا هذا أوبتيك كنال لي جاي من عنده أكفر الشق قبل شوية شفنا يعني إحنا جلنا نباوع شنباوع نباوع العظم هيج 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 آها عفوان شوي حتى نصغر الصورة المتضي شننباوع العظم هيج من عندك محجر العين وقتك يكون الجزء البوستيريير اللي هو هذا تمام هذا الجانب إحنا راح ندرسه تفصيلا إن شاء الله و اعرفنا إحنا إنه هذا هو أوبتيك كنال فهذا الشق شنو اسمه اسمه سوبيريور أووربتال فشر سوبيريور أووربتال فشر هذا فرد شق علوي موجود بالعين إذن ما دام أكو علوي أكو سوفلي هذا راح ناخذه شاء الله مستقبلا إذن ستبس ركز دي سوبيريور أووربتال فشر هذا راح يمرر عفوان فرد ستركترات من البراين والنك الوين للعين حتى يغذي العضلات ويغذي العين هي نفسها وحكذا واضح بعد شنو عدي لي جاي من عدها أكو فرد فوريمنة اسمها فورامن روتندم هذي بدتتلاحظها فتفورامن ناسكة دائرية هذي اسمها فورامن روتندم لي جاي من عدها لي وراء دتلاحظ لي جاي من عدها أكو فرد فورامن شكلها بيضوي لذلك سميها فورامن أوفالي فورامن أوفالي دتلاحظها فورامن أوفالي يمهى مقارب إليها سباينوزم سباينوزم تمام إذن ثلاث فورامنات موجودات بال سفينويد بوان ركزوا إياي فورامن روتندم تمام فورامن أوفالي وفورامن سباينوزم واضح إن شاء الله واضح بعد شنو عدنا هسه هذا الجانب دقيقة وحدة بوقت عدنا بارتين هنانا بارتين هنانا ركزوا إياي هذا الجزء اللي دتشوفه بلون الأصفر ما أعتقد يبين أو لا عفوا لون الأخضر دتشوفه اللي هو حافة حافة هذا اللون سمو سلتكس فور ايديتر تيوب شلو سلتكس فور ايديتر تيوب أكيد أنت سامع بالقناة السمعية اللي هي تسويلي عملية السمع يعني تجذب أو تاخذ الصوت من الأذنة الخارجية تودية الأذنة الداخلية هذا السفينويد بون هذا السفينويد بون حيشارك بتكوين جزء من هذه القناة السمعية واضح فراح يكون حاوي على فرد منخفض يعني أنت تخيل راح يجي بعدين عظم اللي هو اليم العظم اليم راح يكون يكون هذا التيوب بصورة كاملة بحيث يكون التيوب ينقل الصوت من الأذنة الخارجية لل داخل حتى يتم معارضة الصوت واضح لو نجي هذا نشوف بصورة أوضح راح نرجع لل راح نرجع لل جمجم مالتنا ركز وياي أدا فهمك شوف ركز وياي هذه هي ال اي راح تمد تيوب نفسه استمرار ركز وياي وراح يستمر هذا تيوب نفسه هاها ركز ضبوع وين يروح هذا تيوب عنا تتخيله يروح من من يعني شارك به السفينويد بون وال تامبرال بون اذا هذا هذا تيوب شارك به السفينويد بون وشارك به عفوا السفينويد بون وال تامبرال بون هذا عالمود توضح الفكرة مالتها شالله واضح نرجع ل الصورة مالتنا اللازر وينج وهذه يسموه القراتر وينج شنو هذا القراتر وينج واللازر وينج هسا راح ناخدهم وانه السفينويد بون مكون من ثلاث اجزاء اساسية يعني عالمود احنا هذي مو احنا يعني نظام مالها شسمه جزء الحالة راح ما راح اسوي تكرار بالاخير راح اذكرك به عالمود المحاضر اصر بها تكرار عالعموم باوع اياي دم باوع النوبة يعني من الجانب البوستيرير بس بشكل ساجيتال ساجيتال فيوي ambi تمام ركزوا اياي اتبه عنباوع اكو فرد كانل هذي الكنل اسمها تريقويد كانل اسمها تريقويد كونل تقريب جوه البادي مالس في نو crater اللي هو هذا عفوان البادي مالس في نو هاد هاد البي مالس في نو جوه من عند اللي zaten اللي هاي التريقويد كانال واضح تمام تعالوا إياي شوية تريغويد ينزل لي جزئين بروسسات الثين هسرا ويكيان عالمود تكون على بينه من أمرك هذا بروسس وهذا بروسس هذين البارتات الأساسية احنا الميدلاين لو نجي نمدة هو هذا الميدلاين هذا خط الوسط رح ينصف الجمجمة فهذا الجزء كل بروسس يسموه ميدل تريغويد بروسس وهذا الجزء يسموه لاترال تريغويد بروسس إذن ميدل ميدل وواحد اسمه لاترال شوانو تريغويد بروسس لنزلات لي جوا من السفينويد بون بس لأنهم اثنيا كل واحد ما اخذ اتجاه واحد سمنا ميدل وآخر سمنا لاترال لفوق كلش رح يكونون فرد فوسة هذي الفوسة اسمها سكافويد سكافويد فوسة سكافويد فوسة تلاحظه عن مكان سكافويد فوسة هذي اللي لونها جوزي سكافويد فوسة تمام ولي جوا من عدها ايضا رح تتكون فوسة سموها تريغويد فوسة إذن سكافويد هي سوبيريال لي والتريغويد فوسة محصورة بين اللاترال والميدل تمام وأكو جوا فرد نوتش سمناها تريغويد نوتش إذن أكو تريغويد فوسة سكافويد فوسة وتريغويد نوتش وأكو فرد بروز يخرج من عدها من عدها اللي هو هذا البروز اللي ملون باللون البرتقالي السراويكيا دقيقة وحدة هذا تسمي تريغو سباينوس بروسس تريغو سباينوس طبعا مو ديش الأهمية إحنا المهم اللاند مارك الأساسية هنغطيهم تمام وعندي هذا تريغويد هاملوس هذا مهم تريغويد هاملوس ذاك ركز عليه هذا هو نفسه هذا تريغويد هاملوس هذا في الجزء هرمي منيين ركزوا إياي في الجزء أو بارت شكل هرمي اللي هو هذا على المدد يعني شوية تقوي علاقتك بالتشريح شكل هرمي يكون جزء من السفينويد بون تحديدا من الميدل تريغويد بارت أو البروسس واضح هذا بالنسبة للتريغويد بون بالنسبة للجانب الانفيريير اللي خلصنا من عنده بعد شن رح ناخد رح ناخد الانتيري ريفيو بس بشكل ساجتال كل نفس الكلام رح ينعاد اي اكو شغلات قليلة رح ينعاد قلت لك هذا اللي تلاحظه الكنالات واحدة الاوبتك كنال ها 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 هي الاوبتك كنال وهذا سوبيريير اوربيتال فيشر هذا الشي جديد يعني اكسبة سفينويد الكريست فرد بروز شوفه فرد بروز رح يتكلب بالعظم اللي قدامه العظم اللي قدامه اللي هو الاسفينويد بون اه عفوا الاسفينويد البون هذا رح ناخد ان شاء الله وكذلك اكو فرد اه فتحه رح تصير مدخل للساينس الساينس عبارة عن اه فجوة هوائية موجودة بال بالسفينويد بون عبارة عن فجوة هوائية موجودة بالسفينويد بون يعني من اجياء اتقرب شوية بعد بعد هاي عبارة عن فجوة هوائية لاحظها لاحظة اذا هذي ما الاسفينويد اه بون بعد شنو عدنا عدنا شغلة اخرى جديدة ركزوا معي قبل شوية اكو شي اسمه التريغويد كنل تذكرها هي نفسها هذي التريغويد كنل هذي التريغويد كنل وهذي اسمها فورام الروتندم لاحظ السفينويد اس تريغويد كنل مكانها وين منك سراوكيا اه افوان هذي تريغويد كنل نفسها تستمر تجي هذي التريغويد كنل ركزوا معي شوية هذي تريغويد كنل بعد هذي شني هذي فورام الروتندم وان شفناها هذي الفورام الروتندم هذي فورام الناس كشكلها دائري هي نفسها الفورام الروتندم تمام هذي تريغويد كنل حقيقية فورام الروتندم واصل يسموه بلايكو بالمن طبعا ليسمنا بلايكو و طبعا ليسمنا بالمن حقيقية فورام الروتندم لاكو عبر المستقبل ان شاء الله. اه بوقت شنو? هاهي احنا خلصنا بعد ما عدنا اي شي ان شاء الله. بوقت قضية واحدة. اه قلت لك كوبارتات اساسية لازم اعرفك عليهم. المين بارت. ركزوا لي. المين بارت الموجودات بالاسفينويد بون هنه قليلات. تتلاحظت شوف المين بارت. هذا الجزء يسموه البادي يعني جسم الاسفينويد بون. وهذا الجزء اسمه لازر وينج يعني الجناح الصغير. وهذا الجزء اسمه لجريتر وينج. وهذا الجزء اسمه اه سلة سلة تيرسيكا. اكو بعد اه شي ما اخذنا. هاي كل اخذنا. بس اتها ها هي. بعد كل شي ما عدنا ان شاء الله. حاول اذا اكو فرد معلومة ناسيها او شي ممكن انت تبحث بعد ازياد. احنا اللي علينا غطينا لك المادة الموجودة. اه وفي امان الله وحفظة.